السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخواتي مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتي بوشرفانو وكيف ما تشوفو معي اليوم غدي نقدم لكم وصفة من الوصفات المجربة من طبيعة الحال اللي صراحة هال ميني طرطلات الي درتوهم غدي نشيحشموكم وغادي نعجبوكم وغادي نتبقى وتستعملوهم دائما مية وخمسة وعشين قران دي الزبدة ممكن انا نحضرو سبعة وستين حبا كيف ما تشوفو معي ميني طرطلات بثلاثة الاشكال عندي الكريم باتيسير ولي فخوي وعندي هادو الكريم بيستاج وعندي هادو بشوكولات صراحة يعني الحشوة ممكن انكم تديرو دك شي اللي عندكم توفر واللي كيعجبكم ممكن انكم تغيرو كيف قلابات اللي صراحة كتجي رائعة نتمنى تخليو ليها لايك وكذلك تعريق وطبعوا معي المقادر لاندودهم المقادر على بركتي الله عندنا مية وخمسة وعشين قران دي الزبدة مناء حيواني عندنا مية قران دياس كار كلاسي جوج بيضات معلقة صغيرة دي الخميرة بيكين باودر عندنا معلقة دي مبشور الحامض او لا اذا ما كانش منتوفر ممكن استعمله حتى كيس ديل فانيليا وعنده ميشين وخمسين جرام ديل فارينا الدقيق يكون من نوع جيد للحلويات هنا كيفما كتشوفي في البول عندي دايجا رس قبصة ديلة الملحة وغادي نبدأ مع المقادر هادي ندير الزبدة تكون بحرارات المطبخ يعني ما تكونش قاضحة هادي ندير معها سكر طريقة سهلة جدا هادي نحاول انني نخدم هاد سكر جرامسي ها الزبدة هادي ناخدو بيت دينا ها الطريقة هادي نخدموه جيدا اذا كان عندكم بيت كبير ممكن استعملو غير واحدة اذا كان مو توسط استعملو الجوج هادي نخدمو ها كان زيان ما يخدموه بالباطوغ ايليك تخيك ماشي مشكل انا كنفضل نخدمو بهالطريقة هادي هادي ندير المبشور ديال الحامض اللي عندي فهو كيعطي واحد لنكهة رائعة هاد ال كبير مباشرة 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 ساعتدر اعود مرة اخرى سوف نضيف معلقة الخميرة سوف نخدم هنا كما تشوفوا العجين عندي واجد انا قسمته على جوج واحد سوف نضيف اللون والثاني سوف نضيف شوكولات غبرة نصف العجين والثاني سوف نضيف الكاكاو سوف ندخل فيه الكاكاو حتى يخرج اللون قوي هكا بهذه الطريقة حتى يتغير اللون كما تشوفوا معي سوف نضيف العجين سوف نضيفه في طلاجة سوف نضيفه ونضيفه في طلاجة سوف نضيفه ونضيفه ونضيفه الكاكاو ونضيفه سوف نضيفه ونضيفه 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 هذا صغر هنا ستكون عندي 5 سنتين تقريبا ثم على حسب المولات المتوفرين عندكم نرشو بالزبدة ضروري كرشو و نبدأو نخدمه نتبتو بها الطريقة نستمرو ها احكاية نستمرو ضروري كرشو و نضيفه و نديرها في فران 15 دقائق و نقوم بعمل تبقى شده و ندخل الفران و نضيفه طيبة 80 درجة و نزيفه في هذا الطريق الأولى هل تشجد المجمد هذه الطريقة لن تلصق ليه كما تشوف معا هنا كما تشوف معا فهو يعني انتم معا بهالطريق يجمد وكتشد فرن ويجمع فرن انا طريق فقل فران عادي نضيفه على نار متوسطه فاياك تحتاج 20 دقيقه او 15 دقيقه وعلى حساب كل فران بعد المطابق نضيفه الحشو سوف نضيفه كريم البستاج سوف نضيفه كريم نطول أو شكلات سوف نضيفه كريم البستاج وكذلك سوف نضيفه شكلات تهن لما احتاج الاناني نضيفه بعد اوضيفه سوف نضيفه نضيفه تشكي الهدى هذا الهدى تشكي الهدى هنا كيف تشكي الهدى بعد ما عمرتهم هنا يكون اختياري و ايضا لدي شوية من الكم و ايضا و ايضا و ايضا سوف تشكي الهدى سهلة و كيف تشكي الهدى حسب الاختيار و حسب الطوق و كذلك الهدى يسوفر في الضعر ممكن انكم تروحتوا الشكراتة بيضاء كريم ماسكاربوني يعني دك الشي اللي بغيتو و اللي متوفر عندكم ممكن تخدمو بيه يبقى غير العباز ديالة فرولة و كذلك كأنكم تفنو في المول فقط و هنا سوف ندير واحدة بالكوك و سوف ندير واحدة باللوز و سوف نمشي بهذه الطريقة لأن الكوك يأتي مع الشوك واللوز كما يحب و اختار و اختار و اختار اختار و اختار و لا تشوفوا هناك كما تشوفوا محام بعد ما تضعبوا و هذا هو الشكل لهم انا حضرت هنالك كريم باتيسير هنالك نحاول انني نملئ هاد الفراغ صراحة ساكا بوجودة لنستعمل غير المعلقة هاد الشكل هادا نعمرهم كاملين زيان سافي وهناك كما كتشوفوا عندي فروطة يعني هادو كونجيلي ولعنى بهذا عندي فريس كونتو محسن متوفر اللي عندكم ممكن تستعملو غادي نستعمل هاكا يا كله وحدا نحط فيها هاكا هاد النص ديال العنبه من طبعه الحال نحيدو لي هادا من اللي كيكون لوسط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة